تسمح لي قبل ما ندخل في موضوعاتنا وهي كتير أنت جاي في توقيت الدنيا فيه تقريبا شبه مولعة خليني أقف مع الناس كده يعني يمكن إحنا كنا انت تابعت الحلقة طبعا من بدايتها كنا بنستعرض مع الناس النهاردة التفاصيل المرتبطة بالمؤتمر الصحفي اللي أقاموا النادي الأهلي واللي تكلم فيه كابتن خطيب عن ملابسات والظروف المحيطة باستضافة المغرب المغرب الشقيق طبعا لمطش نهائي البطولة الأفريقية مرة تانية بنأكد أن المؤتمر دا كان فرصة مهمة جدا أنه الأهلي يكشف الادعاءات الكذبة لاتحاد الكرة أولا حقيقا دي النقطة اللي أكد عليها النادي الأهلي لا صح أن يردد المسؤولين في اتحاد الكرة كلام غير صحيح وكلام يتعارض مع اللوائح وهم المسؤولين عن إدارة اللعبة في مصر وطبيعي جدا أي حد قائم على إدارة منظومة بحجم كرة القدم المصرية لابد أن يكون تماما مدرك لطبيعة اللوائح اللي حاكمة لمهام عمر ثانيا المسؤول عن تقديم طلب تنظيم البطولات هو اتحاد الكرة وليس الأندية وكابتن محمود الخطيب يمكن في النقطة دي تحديدا تكلم على البند رقم 28 وده بند خاص بتنظيم المباراة النهائية من ليحة دوري الأبطال اللي تسلمها النادي الأهلي من الكاف أو من الاتحاد الأفريقي قبل بداية المسابق نص البند كالآتي سيتم لعبة دوري النهائي من مباراة واحدة فقط في إحدى الدول التي يتم اختيارها من قبل الكاف هذا البند الذي نص على إقامة المباراة بإحدى الدول وليس بأحد الأندية علما طبعا بأن الحكومة المصرية تساند دائما استضافة كل الأحداث الرياضية الدولية وده واضح الحقيقة بشكل كبير جدا مش محتاجين ندي أمثلة بطولات كبيرة جدا على أعلى المستويات دولية مش بس مرتبطة بطولات أندية استضافتها مصر في أكتر من رياضة وده توجه عام في الدولة الدولة بتشجع على ده وبتستسمر في البنية التحتية الرياضية بالشكل اللي يسمح لها باستضافة لدرجة أنه الناس لما شافت البطولة الأفريقية لاستضافتها مصر الكلمة عليها على أنها كاس عالم مصغر وده حقيقة كان إشادة كبيرة جدا بقدرات مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ثالثا كيف يتقدم نادي لاستضافة المباراة النهائية وهو لا يضمن من الأساس استكمال مشواره في البطولة بل أنه من الممكن أن يخرج من الأدوار الأولى وليوجد شيء في كرة القدم محسوم مقدما أو مضمون النتيجة رابعا الدور النهائي لدوري الأبطال يقام من مباراة واحدة منذ سلاسة سنوات أتمنى أن يذكر اتحاد الكرة ناديا واحدا في قارة إفريقيا تقدم بالفعل لاستضافة نهائي البطولة بالطبع وأكيد لا يوجد لأن الانتحادات الأهلية هي من تتقدم بطلبات الاستضافة وإن أمكن كنت بتكلم مع كابتن علاف الفصل وديت مثال على أنه حسبما أعلن يعني اتحاد الأفريقي أنه المغرب والسنغال ونيجيريا هي الدول التي أعتقد من وقت بدري شوي كان جنوب إفريقيا دخلها في المعادلة هم من تقدموا لإستضافة المباراة النهائية السنغال لا يوجد لها نادي مشارك أساسا في بطولة دولي أبطال بداية من دور المجموعات فكيف تقدم نادي سنغالي لإستضافة المباراة النهائية وما فيش أندية سنغالية أساسا بتشارك في البطول خامسا هناك العديد من اتحادات من دول عديدة تتقدم لإستضافة المباراة النهائية ولا يوجد لهذه الدول أندية مشاركة في البطولة مثل نيجيريا كانت متقدمة ولم يكن لها ممثل والسنغال كذلك وهذا دليل قاطع على أن التقديم مسؤولية للتحادات وليس الأندية وفي أوروبا يحدث في أوقات عديدة أن يقام النهائي في الدول ليس لها أندية مشاركة في البطولة سادسا عندما استضافت مصر نهائي دوري الأبطال عام 2020 بين ناديين مصريين كلاهما لم يتقدم ولم يطلب تنظيم المباراة النهائية اتحاد الكرة هو الذي تقدم ولتوضيح أكثر كان في الدور قبل النهائي لهذه البطولة أربع فرق اثنين منها من مصر ومثلهم من المغرب أهلي زمالك وداد رجاء وتم الاتفاق داخل الكاف حالة صعود ناديين من مصر تقام المباراة النهائية في القاهرة وحالة أهل ناديين من المغرب تقام المباراة النهائية في كازابلانكا وإذا تأهل نادي من كل دولة يتم إجراء قرعة وذهبت القرعة التي تم إجراءها طبعا إجراءها بمعرفة الكاف لصالح مصر بعدما تأهل الأهلي والزمالك أيضا المغرب عندما استضافت نهائي البطولتين الأخيرتين لدوري الأبطال لم يتقدم أي نادي منها بطلب لاستضافة البطولة بل الاتحاد المغربي هو الذي تقدم للكاف بطلبات التنظيم سابعا نص الخطاب الذي أرسلها الاتحاد الكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والموقع من رئيس الاتحاد كان فاصلا في هذا الأمر نص الخطاب تضمن الآتي استمرارا لدور مصر الرائد على المستوى الإفريقي والدولي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في التقدم لتنظيم عدد من البطولات القرية وذكر في الخطاب كل البطولات التي جاءت في خطاب الكاف لاتحاد الكرة ولم يذكر الاتحاد في خطابه للوزارة طلب استضافة نهائي دوري الأبطال وهذا يؤكد على أن اتحاد الكرة هو الذي يطلب التنظيم وليس النادي ثامنا اعلان الاتحاد عن طلب أحد الأندية المصرية المشاركة في الكنفدرالية تنظيم مباراة نهائية يجعلنا نسأل اتحاد الكرة من الذي يبلغه أن هناك تقديم طلبات لاستضافة المباراة النهائية للمسابقات الإفريقية وفي هذا التوقيت بالذات هل تمت مخاطبة النادي أو تحدث معه مسؤولي اتحاد هاتفيا وإذا كان هذا قد حدث لماذا لم يحدث ذلك مع النادي الأهل نقطة إضافية أخرى هو أي نادي عندما يحتاج إلى طلب من وزارة الرياضة هل هو في حاجة لمخاطبة اتحاد الكرة أولا هذا ليس صحيح على الإطلاق كل الأندية من حقها أن تخاطب وزارة الرياضة مباشرة تاسعا كل المسؤولين في الوسط الرياضي يعلمون أنه وفقا لللوائح عندما يرغب الاتحاد الأفريقي عندما يرغب الاتحاد الأفريقي في مخاطبة الأندية تتم المخاطبة عن طريق اتحاد الكرة واتحاد الكرة عندما تلقى خطاب التنظيم من الكاف في تاريخ 19-1-20-22 لم يتم اختار النادي الأهل لا كتابيا ولا هاتفيا إذن لماذا يدفع الأهل ثمن حجب المعلومات التي لا يعلم عنها شيئا عشرا الخطاب الذي تلقى اتحاد الكرة من الكاف يوم أو بتاريخ 19-1-20-22 والذي تضمن تنظيم كل البطولات عند مقارنته بالخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة والموقع من رئيس الاتحاد موقع من رئيس الاتحاد ويطلب فيه تنظيم العديد من البطولات الكل يلاحظ أن اتحاد الكرة طلب في خطابه تنظيم خمس بطولات خمس بطولات وقام بحس في البند الأول الخاص بنهائي دوري الأبطال الموجود في خطاب الكاف هل رأى الاتحاد المصري لكرة القدم أن النهائي دوري الأبطال غير مهم مع العلم أن الاتحاد الأفريقي وضع نهائي دوري الأبطال في البند الأول لأنها تعتبر أكبر وأهم بطولة أفريقية للأندية وهناك سؤال آخر لماذا لم يرفق اتحاد الكرة صورة من الخطاب الذي تلقى من الكاف الاتحاد الأفريقي مع الخطاب الذي أرسله إلى وزير الرياضة على الأقل لإبلاغ وإطلاع الدكتور أشرف صبحي بكل مضمون الخطاب الذي وصل من اتحاد الأفريقي وأن هناك فرصة لتقديم طلب لتنظيم نهائي دوري الأبطال في مصر نحن على يقين والكلام على لسان إدارة النادي الأهل نحن على يقين بأن وزارة الرياضة لو كانت قد طلعت على خطاب الكاف لو وافقت على استضافة المباراة النهائية